ينضم إلينا بعيد عن كراتها القدم نتحول إلى العداء النوال ماحي التي تنضم إلينا عبر خدمة اسكايب للحديث على عدم مشاركتها في البطولة العربية للعدو الريفي المقررة بالبحرين في 22 فيفري من هذا الشهر طبعا تحياتنا لك نوال مرحبا مرحبا بكم أشكر قناة الشروق على حسن الاستضافة والاستضافة في القناة اليوم لتكلم على المشاكل التي أعاني منها نعم نوال أبدأ بتعريف نفسي نوال قضية قضية نوال ماحي هي قضية أيضا لكثير من العداءات نوال ياحي نعم نوال ياحي هي قضية قضية الكثير من العداءات والعدائين فيما يخص المشاركة في البطولة العربية أرسلت ندخل مباشرة في الموضوع قدمت رسالة لوزير الشباب والرياضة في فحواها عدم قدرتك على المشاركة في البطولة العربية المقررة بالبحرين عدم القدرة ليس لأسباب بإصابة وإنما لأسباب نريد أن نسمعها منك أسباب عدم مشاركتي في البطولة العربية هي حقرة التي تعرضت لها أنا والمدرب بتاعي للأسف الشديد لأني ذهبت إلى الجزائر لكي ندخل من بارمينيسيس لكي قالوا أننا سوف نذهب إلى الجزائر نوال ممكن تتكلمي بالدرجة لكي توصل الرسالة أحسن؟ أنا كنت هنا يا عيطولي قالوا لي ليكيب ناسيونال أرواحي للجزائر باش نديروا سيليكسيون باش نروحوا للبطولة العربية التي ستقام بالبحرين ذهبت إلى الجزائر وأدري أنهم الفيدرالية أخذت أخذت رينيون بأن يكون من بارمينيسيس أشك كاتيجوري الأتلات البرمي يدو لانترينير تاحا أيها وأنا كي روحت للجزائر تحصلت على المرتبة الأولى المرتبة الأولى سوف يدير لانترينير تاعي يروح معايا عندو الحق باش يجي معايا أنا بعد إن سمين جيت لهنا جيت لداري في فاري وندهشت لأن الحق للخبار بللي المداري بتاعي مكانش في لاليست باش يروح باش يروح البحرين تفاجأت أبريد تصلت تصلت بالديتيان اللي هو عبد الكريم صادو قلت له كيفاش هذا الانترينير تاعي ميروحش معايا مشيدة تورينيو بللي البرمي آتلات البرمي آتلات الانترينير يروح تولي قالي كاتيجوري أبخي قال لي مع لباليش الانترينير تاعك شكون قلت له تمس خاربيا مع لبكش الانترينير تاعي هو كان على باله الانتريني طاعي ناجم والأبريب اللي على باله كونتاك تشيخ تاعي باش يلحق لي يا أنا باش نروح نجري في تزاير أبعاد دارو لاليست دارو لاليست فيها منسق يروح معا البنات ماشي انترينير يا هل تارى هل هناك سبب لي إعادة تغيير مدرب بمنسق لا علاقة مع لباليش علاش قالوا مدرب وبعد ولا يروح منسق مع البنات ألوغ المنسق هذاك ما عنده حتى أتلات بارميني سيس باش يروح وكي تصل جبتي ديان ما قعدش يهضر معايا كلام واقعي قعد غير يخلط في الهضراء ويجبد لي في مشاكل أنا مع لباليش بيها وانا ذيك ومع لباليش وستخوطاء ويجبد لي في آفيش مع لباليش جابوها لما فرنسا قالوا لي ما حطيتش الانترينير تاعك وهذا الكلام غيره صحيح أنا الشيخ تعيي عرفه أنت قدمت رسالة رسالة تظلم إلى وزير الشباب والرياضة في فحواها هذا التظلم أنك بسبب عدم أخذ والاعتماد على المدرب بتاعك للمشاركة في بطولة البحرين هل ترين أن هذا السبب كافي لعدم المشاركة في بطولة عربية لتشريف الراية الوطنية الجزائرية؟ أنا راية الوطنية من بدلها بحتى حاجة بس حكي ولد في الحقرة واش نروح ندير أنا مش اللولة ومش الآخرة اللي را مرحين يحقروها شيخ تعيي حقه هذا مش فليز من ناحية أني مدرب هذا ليس مدرب فقط هذا الاتحادية كنت خلت عليها في خمس سنين هو اللي صدته وأنا في كتافي أنا بعد الزواج تعيي أنا الاتحادية ما سمعتش بي أنا جامي سمعوا بي أولا حاولوا يتصلوا بي مدرب تعيي أنا كنت كنت تزوج كنت راح نحتازل مدرب هو اللي كان واقف في كتافي وكان يقول لي صبري ويمدلي في اللونتريمو ويعيط الراجلي ويقولوا حفزها وهذيك أنا الاتحادية ما دارت ليش واش داللي اللونترينار تاعي والحاجة اللي خلعتني حقروه الحقرة باينا يو بلاستو ما كاش اللي يديها هل هناك أدلة ثابتة واضحة للقرار أنه في حال ما كان مرتبة الأولى راح يكون المدرب العداء هو اللي يكون يشاركه سيدي الأدلة هي أنه خمسة ديزا ثلاثة لكاتيجوري دخلوا الولا خمسة ديزا ثلاثة راحوا ما عدا أنا ما عدا أنا الساتيام دخلت البريمي ما راحش لانترينار تاعي كامل ديزا ثلاثة راحوا ما عدا أنا هذا دليل ديجا قاطع دليل يحبس كلش مشاكل شخصية مشاكل شخصية بين السيد صابري المدير الفني والمدرب بتاعك المدرب بتاعي ما عنده حتى بروبلاما مع المدير الفني إلا إذا كان المدير الفني عنده بروبلاما وحنا ما نعرفه هاش هذه حاجة واحدة أخرى أنا هذا المدرب الفني هذا المدير الفني عفوا من اللي عرفته في الرياضة صافي ثلاثين سنة هو في الفيدرالية ويصاب وطيفي الإيزا ثلاث الحضره ما يهضر هاش مع الناس على بالك عيط لي جيت جريت في الزائر على بالك وش قال لي قال لي درت فيك مزي يا جيت جريتي أسكو هذه عداءة نخبة يا حضره معاها كي ما هاك أسكو هذه حضره يا حضره ما عداءة نخبة هادو باش يحفزونا باش نرفعوا الراية الوطنية يا حضره معايا كي ما هاك قال لي درت فيك بليزير درت لك وجه كي جبتك جريتي كشغل هو صرف فعلية هو جابني هو دلي كلش ظلم هذا سيدي ظلم ظلم في فحو الرسالة قلت سيدي الوزير ربما كانت لي الشجاعة لكتابة هذا التظلم لأني مقيمة بالمهجر فهناك العديد من المدربين ورياضي النخبة تفادوا كتابة تظلم لخوفهم من هذا المدير الفني نعم سيدي أنا على تواصل مع عداءة أي النخبة سواء كان إناث أو ذكور أنا على دليل قاطع أنهم كتبوا ديجا غير ما كتبوا ديجا ليزون ترينار ناسيونال كتبوا بريا للمينستر باش ينحيوا هذا المدير الفني اللي راه يأطى كيف ليزا تلات وليزون ترينار من الدرجة الأولى لا أدري لماذا نعم هو اللي حفزناه ما شي هو اللي ما لا بليش مفهمت شناه ما فهمت شوش الدورة تاعه هو جابوه باش يدافع على رياضي النخبة وعي يحفز لزون ترينار ولا باش يكسر ويهدم أنا لا أدري لا أستطيع نوال غدا إن شاء الله سيكون الموعد مع انطلاق البطولة العربية 22 من فيفري رسميا أنت حاليا في فرنسا لن تشاركي هل تم تعويضك بعداء أخرى للأسف الشديد لست أنا ولا 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 واحدة أخرى الحقرة ديريكت ما كاش أنا ما كاش وحدة أخرى ألوخ كانوا قادرين يدو الستيان بلاس في بلاستي فسكوا أنا ديكلاريت بلي الروح دي جوغ على فنس قلت لهم بلي ما نقدرش الروح كانوا قادرين يعوضوني بعد دقة أخرى ما حبوش ولا ما على بليش هذا ما يهمنيش أنا الميهوم أنا رسالتي رسالتي إن شاء الله يا ربي وزير الشابب الرياضة توصلوا الرسالة تاعي وقراها بسك أنا ما نش فرحانة اليوم كي ما روحتش أنه ما مورني مع زميلاتي ونحظر روحي الغدوة باش نرفع الراية الوطنية ما هوش عجبني الحاكراني قاعدة بالصح الله غالب جا فوقتها غضطني الحقرة غضطني الحقرة بسك قاعد الناس على بالها وقاعد الناس شافوها سكتنا بزاف مع لا بليش وراح ينحقوا بهذه الحقرة مع لا بليش ماشي أنا الأولى وأنا الأخيرة نعم شكرا جزيلا لك نوال ياحي العداءة وصاحبة المرتبة الأولى ومن المفروض أن تشارك فيها البطول العربية للعدوية الريفي المقامة بين البحرين لكنها رفضت المشاركة بسبب مشاكل مع المدير الفني طبعا هذا الأخير له كل المساحة لكي يرد على ما قالته نوال ياحي في هذا التدخل شكرا جزيلا لك مرة أخرى شكرا شكرا لقناة نعم شكرا جزيلا لك مرة أخرى طبعا مثل ما كنت أقول منذ لحظات مدير الفني له كل المساحة ليرد على هذه التصريحات التي قالتها عداءة النخبة نوال ياحي في ميخص التظلم الذي رفعته إلى وزير الشباب والرياضة بحضم الاعتماد على مدربها لتشارك فيها البطولة العربية طبعا هي واحدة من النقاط السلبية في الرياضة في الجسد